اشتركوا في القناة 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 اللي هي الگرانولا الگرانولا احنا في العادة نكلوه في فطور الصباح لكن اليوم بش نكتشفوا الگرانولا الصحية اللي كي تاكلها انتي ولي تعطيها لولدك اعطيتو لبوق انيرجيزيك متاع نهارو كيفاش بش تكون هذية الگرانولا هذي بش نكتشفوها بعد شعرة معا حذه ميبلحاش اخصقية في التغذية بش نحكيه على نفسيتنا يندرى احنا سيئة معناها لحمتنا ستنست بالكورونا ما عاش يأثر فينا وقالها مزلت النفسية تتأثر ومزلنا نعملوا الكريز دوبانيك ومزلنا ما نعرفوش نتعاملوا مع المرض هذية بش نختموا مع دكتورة إيمان بنسوسية في كل ما يخص المناعة بدينا جمع لي فاتت مع دكتور سيمي غطى اس الوقت ما زازاناش وأنا وعدتكم قطركم جمعة ذي نكمل لعتيكم بقية الوصفات الخاصة بالمناعة ما نقولكم إن شاء الله تقعدوا معنا سيئة من زمانة ذي إن شاء الله تستفيدوا مرحبا بكم أي سؤال الـ 71-143-475 على ذمتكم خليني نعاودوا 71-143-475 مرحبا بأسألتكم الكل مرحبا بك دكتورة سندق التركي رئيسة قسم الأنف والحنجرة والأذنين بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى مرحبا بك عايشك مرحبا بك نورتنا دكتورة وجبناك ذهولي من فوق الخدمة عايشناك كاستغيس متاع من الخدمة دي راكتما بحذينا إن شاء الله رب يحفظكم طبتنا الكل وسلملنا عليهم كتراهم قولهم راه وإحنا توينسي الكل نسلموا عليكم ونتمنى لكم برشة صحة إن شاء الله إن شاء الله للتونسيين الكل طبا ومواطنين الكل ومواطنين الكل بيان سور نرحب بك حاذيمي بالحاج أخصائية في التغذية مرحبا يريم وأني رجعت لك مرحب بك دكتورة حديثي معاك بش يكون على الأنف وعلى حاسة الشم فأول سؤال استنائهم هاتوين ستاوي سنينهم بش نجيوب عليه هل كل فقدين لحاسة الشم هو كورونا؟ بيه توى أحنا نعرفه أنا في حالة الوباء المرحلة الرابعة به هذي مهمة برشة واحد كيف عنده فقدين حاسة الشم بصيفة فجئية وقوية توى في الوقت الحالي يعني معنتها كورونا كي يبدأ واحد مستنس مثلا عنده مرض في الخشم في الخشم مزمن قديم مستنس عنده شوية فقدين شوية نقص وكل وتتعاكر شوية إذي كي نجم يكون مش كورونا أما واحد لبس عليه يرقد لبس ويقوم معاش يشم حتى شيء ولا معاش يتذوق خطر حاسة التذويق زادة مربوطة بحاسة الشم معنتها كي تفقد حاسة الشم تفقد حاسة تذوق نجم تفقد معنتها حاسة تذوق هل معنتها لفت أنه إنسان فقد حاسة الشم اختيرة الحكاية؟ بالعكس هذه حاجة معنتها أنا تظهر لي في معنتها واحد كي يبدأ يتعدي بالكورونا لفقدين حاسة الشم حاجة إيجابية برشا على خاطر الفيروس يدخل ملخ شم أحنا نعرفه اللي في الغيشاء متاع الخشم فما بلاسة مختصة بحاسة الشم كيف الفيروس يلقى المناعة الموضعية متاع الخشم في وسط الخشم معتها واحد عنده مناعة موضعية بيهية هذيك كي ما نقوله معر كالولا مع الفيروس دونك بيش البدن بيش يتفاعل مع الفيروس وبيش يقضي عليه نوعا ما معتها يقضي على كمية كبيرة فقدين حاسة الشم اللي برشا نستعتبرها حاجة سلبية ويخفوا منها ونترعبوا منها ونقولك صباح تصبح من شم مش هذيك بنسبة لكم انتوما كأطباء مختصين أمبانسيني معناها حاجة بيهية معناها بنسبة لكم وأنه الفيروس موش بش يكون فيروس مختر برشا أي أكثر الوقت في أكثر الوقت في قداش نجم رجع حاسة الشم متاعي عند أكثر من شتر لعبات ترجع مبين 10 و 15 نيو 10 و 15 نيو أي كانت تسمح دكتورة بشيخ المكالمة هاتفية ومبعد نرجع معاك فهمنا كيفش نفقد حاسة الشم مادام عفيف مرحبا بيك عسلامة مرحبا بيكم مرحبا بيك انتي لله نورتنا عتيني ترى سؤالك سؤالي أنا مرضت بالكورونا وعندي طيو حكاية جمعتين وفقدت حاسة الشم حاسة الضوقة ما تقتهيش ولطيو ما استرجعتش معناها حاسة الشم وأمي زيدا مرضت مريضة كبيرة هي عندها دم وسكر وما فقدت لحاسة الشم ولحاسة الضوقة وطيو هي في حسة فيها فحة جيدة الحمد لله جاوزنا مرحبا لكن أنا بالنسبة لي ما زلت ما عودتش رجعت لي حاسة الشم مع الشكر أنا شكرا لك عفيف خاطرت أولي هزيتنا السؤال المهم زيدا كيفاش نسترجع حاسة الشم؟ هي معنتها أكثر الوقت ترجع بتبيعتها خاطر فقدين حاسة الشم مربوط بالخلايا اللي موجودين في الغشاء داخليني هذوما الخلايا كيف يلسق فيهم الفيروس ما حادش يتغذيو بالكدي دونك وحيد فما لي يرجع له حاسة الشم بطريقة عادية وفما لي كيفا ما دام عفيف ما رجعت ليش حاسة الشم؟ هنا شو نعملو دكتور؟ شنو نعملو شنو الدابوغ ما يزمنش نعملو ما عطا ما يزمنش نستعملو دوي مراسنا معنتها خاصة الكورتيكويد وحتى الكورتيكويد الموضعي الانتيبيوتيك نجمو نستعملوه كيف تبيب يعطيهولنا خاطر في حالات فما التهاب معنتها يصاحب هذيكا معنتها فقدين حاسة الشم وقتها الانتيبيوتيك ينجم يحسن حاسة الشم دوك كيف تبيب يشوف ويلقى فما معنتها تعفن ولا فما التهاب كبير ينجم يعطي انتيبيوتيك اللي هو بش يعاون التاريقة الأخرى هي مادة الزنك مصحوبة بالفيتامين دي تنجم تعاون زيدها خاطر تقوي شوية المناعة تنجم تعاون للمعنتها راجعان حاسة الشم دونك بالنسبة للعافف نقولولها يا أما تشوف تبيبك بش يعطيك انتيبيوتيك يعطيك دوي يعني نجم يرجع لك حاسة الشم وهذي موجود معناها والحل سهل برشا سينو الزنك الزنك هذي منعش دكتورة وهي حذيمي بالحاج بحذينها أخصائية في التغذية تقطع في الفرماسيات سوموا من 35 دينار الفوق الطلب عليه بطريقة معناها مهولة والله يا حذيمي منك بحذينها ومدام تجبيد الموضوع معناها جد بتبيعتها كان ممكن تعطيني وين نجم نلقى الزنك في الحاجات الطبيعية معناها شنو من الحاجات اللي فيهم كميات اللي تحتاجها بدني من الزنك وما نستحقش لابش نقف على فرماسي ولابش نخلص 40 دينار و35 دينار وفي نفس الوقت رجع حاسة شام تاعي حوالين أحلى في الحال الأبور جنرال في الزنك نستحقه دو نوف أتخيز ميلي جرام بار جور بالنسبة للمرأة تستحق نوف وبالنسبة للرجل يستحق تخيز نجمون يخذوه من الميكلة متاعنا الكل انتي كي بيش تلم شوية 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 أكثر حاجة ركزوا عليها الحم الأحمر موجود أي تنجم تيخو لابور متاعك من الحم الأحمر نقولوا احنا 100 جرام متاع الحم الأحمر نجمون نلقا فيها 9 ميلي جرام متاع زنك و100 جرام رايد ترفك ديجا متاع المايك في المقرونة افكتف من الميت جرام افكتف من نجمون نلقا في الغليل البحر لي فرويد ماء نجمون نلقا في الزيدة في توسكي اللي قدمنا توي كالكول نجمون نلقا في الغليل البحر افكتف من بيانسور جلجلين ريشان زنك معنتها انتي بش تيخو 100 جرام ولا أقل بان احنا بش نيخدو 50 جرام متاع جلجلين بش نلقا فيها دجا 9 ميلي جرام وإلا سيتي 9 ميلي جرام مزنك ما سيبيح ديكلك 50 جرام جلجلين رايد ما وريم احنا قلنا بش نلمو من كل حاجة بش نيخدو شوي كنتي بش تيخو مغارفها صغيرة جلجلين في الجرانيولا متاعك و بش تفتر فطورك لا اختنى الجرانولا اختنى من الجرانولا نتيجايتها الجرانولا في الحم في الجلجلين في الخويد ماغ في الخويد ماغ في الفروي ساك في الحليب ومشتاقاتو حليب ومشتاقاتو طريقة فيلفة زيدة بش ترجع حاسة الشم اللي هي سهلة برشة وتسوى حتى الشيء معنتها اللي هي واحد يرجع يعاود يشم معنتها يترينة بش يعاود يشم رويح قويين ويحبهم معنتها اللي زوية الإسانسيال زوية الروحية اي زوية الروحية دونك يشم معنتها بسيفة فغيما كلها ديمة ديمة يعمل مارتين في النهار مدة تقيقة يشم بالقدي الريحة على بابي موشواغ يقربها ليه يقربها يشمها بالقدي بش تعاود ترجع الريحة هذيك تتسجل في ذكره متاعه هذيك طريقة معنتها جيبت برشة نتيج إيجابية وهو احنا نحكيه هكيه على الطرق هذو ما بربي دكتورة مثال الشيء ممكن احنا فكرة خدينيها وقال عادة وانتي كان غالطة صلى حالنا احنا عنا فكرة نقوله اول ما يبدأ الخشم يتسكر وقال بالعكس وما سيلين طول نجري وننظفه بزيد الخشم دونك وقلك اول ما تسمع بروحك عندك الكورونا نظف برشة خشمك شو رأيك في الطريقة هذية او في الحل هذي هو بالحق العادة احنا هذيك ننصح للناس لكل بشي نطفوا خشمهم في الكورونا الحالة معنتها ما هيش شي نفس المنوي خاطر كي ما قلتلك احنا بالعكس حاشتنا بش الفيروس يقعد في الخشم خاطر بش يلقى المناعة الموضعية متاع الخشم ما حاشتنيش بيه احنا بالتنظيف نحبطوه في الرويري بش يتعدى في البدن الكل دوك على قد ما يقعد في الخشم وفما معنتها عوارض في الخشم معنتها العوارض الاخرين يكونوا اخف على خاطر المعركة الولى متاع الفيروس مع بدن الانسان تكون في الخشم واضح ماناك كي ما فهمت انا في الوقاية نظف خشمك قد ما تقدر اما لا وفما كورونا توقف على تنظيف الخشم بيش ما تهبطش البلاي السخرين في بدنك وتعكروا الامور توالي في عوضوا نكونوا نحاربوا في الخشم برق وقاليوا نحاربوا في خشم مور ويري وحكاية اخر سيمحسن تليلي معانا على الخط مرحبا بك سيمحسن سيمحسن تليلي سكرنا تلفزة بحديك ونسمعوا فيك مرحبا بيك اتقاد مننا سؤالك مرحبا يا مده تفضل سيدي مرحبا مرحبا بيك حب نشكركم على البرنامج جاد يعيشك انا مع كل بداية معناه الفصل الخريفة الخشم يتسكر كريم معناه وذنية دي خشمك وذنيةك اي مرحبا نسأل دكتور عبار اعملت برشا تحاليل واحد كذا سبا بقينا قليل المشكلة في خشمك معناه ترى سامحني تقعد معنا سيمحسن عندك سؤال ليه دكتورة بش تفهم الحالة اكثر كيف عندك سؤال ليه بش تفهم الحالة اكثر عمل عملش تحاليل حساسية عندوش حساسية عملت تحاليل ما عنديش حساسية شو اللي عندك شو اللي خرج عندك في التشخيص ما عندي شي قلي معناه جاتني قريب قوية سارتلي على وزنية ولا خشمي وذاني ما يتحالوا كم مع خشمي معناه واضح حاضر سامحي ونعاني منع تعاليك وخفصة ستة سنين تويك يدخن وليه يدخن وليه يدخن وليه يدخن وليه مدخن انت سيمحسن لأ كنت مدخن بطلت وعندي ستة سنين كاك بيه شو كان لك وهاو بشتسمع الإجابة توتسويت معند الدكتورة فما معنتها فما مرض معتها هو التهاب مزمن في الخشم يعطي كاك بسيفة معنتها مستمرة انسيد في الخشم وخصوص كيف معنتها جزتوا معه مع الغريب ولا مع التهاب المرضى هذوكم عاديا نعطيهم معنتها قطر كورتيكويد في متابسيفة موضعية في الخشم مرة في النهار حتى الوين ترتاح الحالة واضح وهذوكم يكملوا يستعملوا كما مثلا بضبط كما موضة الحساسية يكملوا يستعملوا الدوام تاحهم واضح دكتورة وبربي بش نرجع نقطة الوقاية دونك بالنسبة للوقاية نحب نستحفظ على خشمي أو على جهاز التنظيف بعيدة على حالة الكورونا هذو الحاجة الوحيدة لتنجم تقويلك مناعة خشمك وكافين على التدخي وأنك توقف على التدخي بش نختم التريفونات معاك دكتورة مع سي سابر مرحبا بيك سي سابر محمدي وبيك عايشك الله يخليك تحية لك وتحية للفريق العامل والدكتورة معاك ربي خليك يا سيدي سؤالك سؤالك بربي أنا دكتورة عندي تقريبا يمكن حكاية عشرين يوم التالي معتها جتني وجاعة كبيرة في رأس اللي خلاني معاك صدقوني معاك كل لحظة وانا نبدأ شاد رأس ببيدي وفي مام طا معاك حس شمس لمدة يمكن أربع أيام خمس أيام أما وجاعة في رأس بقيت يمكن حكاية عشرين يوم حكا حابت بالضبط هذه كورونا خاطر بوافق دين حاسة الشم بصيفة فوجئية وقوية هكا معنتها توا كورونا كورونا ولي سي سابر تمشتعم تحليل متاعك تشوف وجاعة الراس الكورونا تأتي وجاعة راس أقوى برشا متاع الجريب العادية معناها ممكن يسر أعراض ذوما يزيد أكد لهي رهي كورونا بالضبط هو نصور قالك عندي جمعة معناها تعدى المرحلة صعبة تشوف تبيبك تبيب العائلة نغم الموين نجم يعاونك برشا دكتورة سندل تركي رئيسة قسم الأنف والحنجرة والأذنين بمستشفى قوية الأمنة داخلي بالمرسة شكرا للي جيت بحضينا شكرا على رحابة صدرك فما اشتر الموضوع اخذيناه واشتر لأخر الوقت ما زال زال انشاء الله تكون ضيفها بحضينا مرة أخرى ونكملوا اللي بدينيه المهم اللي استحقوه توينسة واللي حابوا يعرفوه توينسة انشاء الله اخذيوه معنا من حس التريوم شكرا لك دكتورة شكرا شكرا على السيدنا واشنا نحكيو على المناعة وبديني جمعة اللي فات مع دكتور سيمي غتاس نحكيو على المناعة قلنا فما الإبار الصينية تعاون برشا وش ما نقولش معناها من أكبر اختصاصات الإبار الصينية هي تقوية جهاز المناعة اذك علش زرنا مختص في الإبار الصينية وقلنا تره نشوفو كيفاش الإبار الصينية بنلجم تقوي مناعتنا دكتورة أكرام المهيري طب عام كفاءة في الوخز بالإبار الصينية اليوم بش نحكيو على تقوية المناعة الوخز بالإبار بالطبيعة احنا بش نكون قدمنا السي سليم بش اليوم هو بش نقويل المناعة متاعو الوخز بالإبار في الحالة هذه بينصور مش بش يكون حصة واحدة بش يكون بش حصص ولكن انا بش نعطي حتى لسيد المشاهدين كالكو بش يستعملوهم يومي في ديارهم بش يقالو مناعتهم وحدهم بالطبيعة مش لكل بش بش حاجات نجمو نخدموهم وحدنا في الدار احنا نعرف المناعة في بدان الإنسان تتعدى بمصارنو تتعدى فما هنا غضا صغيرة نقول لها لتيموس ولو هي عند الكبير تصغير برشا عند العبد الصغير تبدأ كبيرا وعند العبد لدولت معناها تصغير ولكن تقعد هي يقعد منها يقعد يخدم في المناعة هذو ما حاجات بش نستعملوهم وقعة هذية اللي احنا بش نقعد نمرسوها شوية في ديارنا بش تحصل لنا تخدم التيموس وتخليه يخدم عنا برابور للمصارن عنا بانسور دوت خبوان سلون المغيديان اللي نعرفوهم والكل عنا مثلا الهنة فما نقطة الهنة احنا بش ندقوها فما زوز نقطة الهنة كيف كيف شندقوهم عنا في اليد عنا في الساقين كيف كيف كالكو بوان بش ندقوهم دونك شنا بديو ندقو للمريض متاعنا عنا بقعات كيما قلنا معينين ندقو فيهم اي بقعة بتبيعها احنا نعرفو اسمال عليك نعرفو تقريب شنو ما البقعات اللي بش ندقوهم ل وجعبتك ندق ملع لش تكبست بقعة النجمو زيدا نخدموهم في الرأس ولكن مانيش بش نخدمهم عنا لهنا دونك ولا عنا ثلاثة نقطات لهنا نجمو نعملوهم احنا طوي بش نخدموهم باللبيري السادة المشاهدين ينجمو يخدموهم في الدار وحدهم نزيد نعطي البقعة قد بالتقريب بالعلم يعرفوا لي فما حاجات كين ندقوا البقعة احنا وهذا كالليش كالصواء بالبرة ولا حتى بالسبوع كين نخدموها تعطي للفئ بالعلم يقولوا لي فما في التسو conjonctif هذك فما ديترمي نزان اللي هما نغفوز معناها يمشيوا للمخ وهما يون موضولي الغيبانس بنيدم يعني هما بش يحسنوا المناعة بنيدم بانصور عن طريق المخ معناها إنكي بش نعطي هنا بقعات جليستيمول معناها نعملهم حركتهم يعطيك الصحة حركتهم إنكي بش نحرك لهنا هي المعلومة طالعة للمخ والمخ هول يش يعطي الوحدة بش أن تتحرك البقعة الفلانية معناها مثلا بش نحرك المسار بش نقوي مناعتهم بش نحرك هنا كيف كيف حاجات مثلا عندي نجم نخدمو على استخيس خطر استخيس يطيح المناعة نجمو نخدمو عنا بقعات نجمو نخدمو على راس بش نجمو العبد مرخوف نجمو هنا زي دعان بقعات نجمو نخدمو عليهم الكبدان نجمو نخدمو حاجات بش نخرجو 10 انتين في البدان معناها عنا برش بقعات نجمو ان فونكس من المريض الش طالب ان فونكس من الاتار و هو دجا معناها احنا مريض ندخل مش ندقو اربع بقعات ونقرولو كحاو معناها هو والتران متاعو وش عندو وش طالب اجي علش نجمو نخدمو برش حاجات ما في الاكثر هذو ما بالذمة توا مثلا بش نخدمو المناعة متاعنا دونك كيما قلنا بكري نجمو الناس في ديارهم في ديارهم يخدمو أحدهم على البقعات هذو ما اللي يعطيناهم بش نعاود نوريهم يخدموهم كل يوم تقايق مش حاجة كبيرة يعني يزوس لتتقايق في كل بقعة كافية بش كل يوم كل يوم شوية نحركوا المناعة متاعنا خاصة في هالوقت متاع الكورونا والكوفيد حاشتنا بالمناعة متاعنا تتجد وتطلع بالجداء بالجداء نق نعاود هما اللي في اليد اللي هو ما بين هكا كما قلت لكم هنا تكوردو النجم كما تشوفوا هنا اليد البوان هذا هذو ما الاثنين ها هكم ظهرين كيف كيف مش نقعدو نمرسوهم شوية 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 عنا هذو ما اللي في الكرش ما بين الصرة تقريب تقريب 3 3 2 هكا هما الاثنين هذو ما زاد كيف كيف ها هكم في الوسط تقريب ما بين الصرة وطلوع وال الوصول اللي هو هذو اللي انا منضجوش خطر البقعة هذو فيها برش حاجات مذبينة متدقج هما لكن تتخدم بال الكوبرسيون المرة هذي هنا حكينا على تقوية المناعة ان شاء الله نكونوا في ادنكم قد تربي المرة جاء بش نحكي على الغلاكساسيون ناس بش نرخف وبنادم وبش نحي وشوية الضغط برك الله فيك ولا محتاجين ها الاخر انا ماذا بي الهن الكل نا تتعدين لسيانس متاع رخص بالإبار الصينية ومتاع غلاكساسيون نكونوا في موندون وليو في موندون واخر دكتور مرحبا بك دكتور ريم ملا جبي مختصف الأمراض النفسية وسؤالي لك يندرا اليوم التونسي تخطى الوضع الوبائي هذية ما عادش فهم الخوف تعقبل وقالت عني وبيقي في نفس الكريز دانجواز في نفس القلق هو القلق النفسي مختلف اما موجود اكثر واثقل يجبنا نحكيه شوية على اكثر واثقل مختلف كان نحكيه شوية على الاسباب منتع القلق منين جاي وكان حاصروا روحهم تعبين هذية فرصة يعني باش يشوفوا طبيب مختص باش شخص الحالة شنوما الاسباب علش يعني تونسي في الفاق الثانية من وباء كورونا متقلق اكثر اول الحاجة الساعة الطاقة متاع التحمل متاع نقص برش يعني خاطر هو بريس كعد عام وهو عزلة اجتماعية ويحس احنا عزلنا رويحنا بالحق في الموجة الاولى فما ايو يعني هاتو نشكيه فيها وقينيهم مزوز مبعضهم هاو ثلاثة مبعضهم هاو فما البروفيزوار كي دور يعني هو مؤقت مقعد دو كي دي تشوف الانسان يحس فيروح ويقفة ما عندوش فيزيبليتاي القدام دونك الطاقة متاع التأقل التحمل راي نقصة برشة يعني تونسي نفس نقوله صوف المتاع ونقص يقول لك حملت 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 وتويك وصلت للمدة للفترة اللي انا مناها اي حاجة اتقلقني اي خبري يفجعني دكار السببب الثاني اللي هو ما فهمه برشة حالات وفاة في الموجة الثانية ويقول حالات وفاة وكلنا عنا في صحابنا في عائلتنا زملائنا بتعامل فم حالات وفاة في الانتراج متاعنا دونك هذي بشي قوي الخوف كبير من الموت لنا وعلى اللي حبوهم وحاجة اخرى دونك يقول يعني نسبة موت كبيرة يعني فم حالات دوء كبار يعني فم حالات حداد والحداد الناتج عن موت شخص من الكورونا ما يكون كان حداد مراضي على خطر الأحداث اللي صارت كامت بطريقة سريعة طريقة غامضة ماناش فاهمينهم المعظم تلقاهم ما عملوش المناسك الليزمة تجاه الشخص هذيك دونك تاو الحالات كل متاع الحداد بشكون مراضية هما فستاد دون قول متاع الديني عدم استيعاب اللي صار هما طوا في وقع الصدمة ومعال الأيامات جاية بش نشوف كيفيش بش تقدم هالحالات هذية متاع نقولوا نحنا اندوي باتولوجيك حداد مراضي سبب الثالث الناس كل اللي مرضوا بأمراض كورونا دونك كسو سوا حالات خفيفة ولا متوسطة ولا صعيبة مروا بحالات خوف كبيرة خوف من اللي دي سيكال بسيكولوجيك وزيدة يجبك تعرف مراني مش تخلي نعين كالسات سلبي بي ويجبك تعرف والتونسي عنده نوع من ينبذ وينفر المريض اللي مرض بالكورونا حتى وهو برع فما نوع من رجئ تلقاه عنده صعوبة التلميذ ولا الأستاذة حتى بعد شهر من اللي رجعت تخدم كي ترجع تخدم تلقى نظرة معينة ونفور معين لهذاك يقلق النفسية متع المريض حذي مينتي تتكلم هو يتقول لي أي أي برعز معني نفور تبي أي نوع من الهيستيريا حتى كي نعرفوه نحنا برع عنده شهر بش تكون نظرة متع نفور وعليش دكتورة وقت اللي احنا نسمعناها واعين متفرجوا في التلفز ونسمعوا في راديويت ونشوفوا شو نوقعت صعية مش كان في تونس حتى البر معناها بالعكس نقم المو سيد اللي خذال اللي خذال الكورونا وخرج لبيس سيدة ذاكة عنده مناعة متاعها ثلاثة شهر قدام نسبيا معناها بش ما يعودش ياخذ الفيغيوس مرة أخرى معناها هو أضمن إنسان نجم تعمل معه دونك انتي هذية العقل قاعد يتحدث أما نحنا في ظل هالوباء هذية نحنا في اللي زيموسيون الأحاسيس مالي أنا نستدعى في الناس بش يخموا كيفية أنا محتاجين ينسر لأنه نحطوا الأحاسيس شوية بين قوسين ونخدموا شوية بعقلنا خطر ما يظهر لي دكتورة معنا حتى حل بش ننجزوها كان أنه نخدموا بعقلنا وهذية اللي بش نرجعول وفي اللي بش نعطيه النصائح اللي نحن بش نحاولو نحاولو نحاكمو العقل أكثر نحب نمشي معاك دكتورة كمختصة في الطب النفسي وترا كل يوم في حالات معناها قدامك يتعديه بأنواع وأشكال شو ما أهم النصائح نجم نعطيهم للسيد لتفارش فييته بش نسهل عليه شوية حياته أو كان نزيد نواضح أكثر بش يتقبل أكثر الوضعية اللي احنا فيها اللي ارانا احنا بلاي تفياها الكورونا قاعدة تنتشر جات موجة ثانية الأرقام قاعدة تطلعوا تهبط وأنا كتونسي ونعيش في البلاد هذه وعندي التزامات ومسؤوليات وقروض وحاجات زي ما تمشي بتبيعتها يلزمني نتعلم نعيش معاها ونتعايش معاها وكان لزم نكون أنا لوليدوغ معناها نكون أنا نقود عائلتي وصغاري بش يتعايشوا معاها بطريقة معناتها سهلة داكور دونك هي جني غالماو كلمة يلزمني ريم تعمل برشة ضغط على نفسه وطعبه الإنسان دي ما نبدلو كلمة يلزمني في الحوار الداخلي متاعنا متاع مذابيا ما فما حتى الزام روا في الدنيا هذي دونك ما يلزمنا حتى شاي دونك ما ذي بينا نكونوا وعليش يلزمنا نكونوا لليدوغ ما ذي بينا نكونوا موجودين وكهو دونك الحوار متاع كريم دي جاي يحط ضغط على الشخص في حد ذاته دونك والأبحاث العالمية الكورونا في حد ذاتها معاك الأعراض التنفس وأعراض لهذا المرأة تعمل أعراض نفسية هي لتاند ديريكت متاع الكورونا قاعدين نشوفوا فيهم في العيادة بعد ما يبرى بعشرين يوم يجيك للعيادة تلقاه عنده ثلاث أيام مرقدش هذا ما بعد الكورونا أنا بش نحب تعرف هي من الكورونا هم هي من الكورونا لكن أحنا يلزلنا ناخذوا في الصحة والناس ما بعد الكورونا ولطف يا ربي زادة ما بعد وفاة إنسان عزيز عليك بالكورونا خطأ إذوما أصعب حالتين بالحق معناها ما نجمنيش ننجزوها فيهم بالكل معناها باقي في الكورونا هنا ناس فهمت وناس ما فهمتش وناس استوعبت وناس ما استوعبتش أما في الموت ما الحقيقة ما تأجنش كان ما تستوعبش في الحالات هذية هم توا في حالة عدم استيعاب عمليا بش نرجو نعطيو في نقاط حتى الوقت نوفي بش نعطيو في نقاط شنو اللي مذي بينا نعملو بش نتعديو هل مرحلة هذية حناخذوا مكلمة هتي فيا هيبة مرحبي بيك هيبة عبدالما نحب نسكرك سأول حاجة على البرنين نزلتك يعيشك وإنتي تتقل في الأسئلة اللي أحنا نحب ونسألوهم سهل علينا في برصة حاجة ماني كيفكم يعيشك يعيشك عزيزتي ربي خليك أنا حدي تتسأل السؤال ما عندهش علاقة بالكورونا عنده علاقة بالأمور النفسانية فانت أنا عندي مشكلة في الليل في في الليل نحس روحي بغمه هكا ونحس روحي متقلقة وحتى النوم ما نرقدش برقزي عندي مشكلة في الليل ما نعرفش وين نهك يتيح الليل نحس روحي مناعي هيبة تعدي نهارك لباس وفي الليل وفي الليل في الليل في الليل يحب تعليك الكسيد يحب تعليك الكسيد يعني كسر أقعد معنا هيبة دكتورة عندك سؤال لها يعيشك دونك ما يجيهش النوم بسهولة ولا متقطع نوم ولا يهرب عليها فخر الليل لأ ما يجيهش بسهولة النوم داكور داكور دونك هذي حال تخوف حال تقلق دونك الإنسان هذي بش نجاوبوا عليه نحن في الكورونا الإنسان بشي حكم عقله كيف ما انتي قلت كيحس روحه متقلق كيف السيدة اللي كلمت توا دونك يحس روحه متقلق يجب يعمل الآن تخفاي على روحه يسئل روحه شنوما الأفكار اللي مقلقته عليش هو متقلق راو جني غالما وغالبا الأحاسيس اللي يعملون نقلق وقلت نوم وضغط جسدي راو هي وراها أفكار بي إن فأنا خرجت الأفكار كيف ما قلت أنتي ريم يزامني نعمل حوار داخلي بيني وبين روحي أكثر إيجابي مدام أنا عندي طريقة التفكير معينة تخوف فيها مانيش بش نخرج منها مانيش عائلتي تجم تصير لها حاجات سلبية نجم تصير لها مشاكل مدية يزامني نحول حوار هذيك الحوار أكثر إيجابي وبالنسبة للمدام اللي طلبتنا توا دونك هي متقلقة دونك خايفة من حاجات معينة مقلقينها حاجات معينة يزامها تخرج كل الأقلاق هذيك وبينسيغ يزامها روما دام ماشي قاعدة ترقد تمشي لطبيب مختص خطر يزام تعمل فحوصات دونك فما عدة اضطرابات في الهرمونات اللي تجم تعطي الأقلاق هذي مثلا اللي بيغتيغوي دي الغودة كي تبدأ تخدم بزيت دونك تجم تعطيها الأقلاق دونك تلتجى لطبيب مختص اللي هو بشي شخص الحالة داكو النصيحة الأخرة للكورونا فما وصفات توا مدداولة في الانترنت ديو كوبيكو لهذا شي غالط يلزم راه ويعرفوا اللي توينسا اللي كيب توينسا قاعدة تفهم يعني في التعامل كيفية التعامل متاع الفيروس وتوا قاعدين الحالات الصعيبة والحالات الوفاة قاعدة تنقص بصيفة جدية دونك يلزم تكون عندك طبيب يتبع في الحالة من البداية مش عندك أخدونس نيخدوزنك وفيتامين د راو العلاج اللي يتلقاه مختلف حتى بالوزن يعني انتي كيلو يحكم فيك دونك وفا دونك دكتورة ان شاء الله اخذينا من عندك اهم النقاط بطبيعة مش مش نجمون نجيو على كل شي في عشرة دقائق لكن ان شاء الله اخذينا اهم النقاط وان شاء الله نرجعه على اهم زنقاط قلت لي نفقد انسان وانا ما كانت ليش لا في الحسبان ولا ولا كانت في حساباتي بالكل ثم قلت لي كملت من الكورونا ورجعت نظرة التونس اللي يديك التعب نيسر ان شاء الله يكونوا مواضيعنا في الصحة والناس في الاسابيع القادمة شكرا لك دكتورة ريمة جيبي مختصة في الامراض النفسية بطبيعة الـ 71 143 475 على ذمتكم وحذيمي على ذمتنا وانا بش نمشي بحذة حذيمي بالحاج تاويكا بش ناخذ هالوصفة العجيبة هذية متاع الجرانولا اللي هان يرا فيها مزاينا متانوشا يجن قولكم يا جماعة دونك شوش عنا عنا العوينة وعندي زبيب ذكا زبيب خذيتوا بنوعوا هذية الشياء وعن الكتين وجلج هذى عليهش الفصدق بستاش متعرش لي هو يضغط عن نفسية هاي بحذين الدكتورة متاعش لي فصدق لمية دينار متاع الفصدق متاعش لي توجعنا في قلوبنا وتترسلنا مش اللي كبير شوية بركة خمسين جرام مش حاجة كبيرة نجمو نستغنيو عليه حبي حبي هذيت مش تابع نجمو نستغنيو عليه نسكة جرام برمี لوه نستغنيو دينار بطienda متاعر نستغنيو على العمد جرام Master وهذه كلوب بطيخ؟ وكبيرة تظهر؟ فما أنوية، فما الكبيرة وفما صغيرة بي؟ بيانسور اشياء جلجلين والكتين وهوني بيانسور عنا الشوفين إذا كان هنا بش نقعد نحكي على كلنا واحد ومنيش بش نعطيك الروسات طبعا هنالنس التبع فينا رسيت بش تخرج معاك وانتي قادة تحذر بش تخرج معاك بش تقيدوا المقادير بش غدو انها رحاد توسعوا بالكم تقذيو تعبوها في الدار قادة حاتيت شوفين؟ حاتيت كيلو شوفين هنا ايام تنجم تنقصي ايام تنجم تنقصي مانيش وقت حاتيت كيلو شوفين سعملو الحاتيتو في الفور من 15 منات على درجة الحرارة متعو 100 دقري كل مرة تقوى تقلبو شوية بش ما يتحرقش ونحطو لومغارفة زيزيتونا يتحطو في الفور على البابي كويسان بالنسبة للعباد لون هذي مهم يسر على خاطر ساعة اللون يغمقلنا أكثر من هكي لون مهم يسر تقوى 100 درجة معناها على نار خفيفة بالكل ونميمتان كل مرة نقلبو شما يتحرقش هيدا شوفين هيدا شوفين نعرفوا لي هو ريشان فيبر ونعرفوا لي هو عامنا على بشة حاجات كل سوا في الرجيم وإلا حتى في الولاد على كيلو شوفين حاتيت وصفين 50غرام 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 من الفوري ساك وكذلك تحطني منه بديت بالبستاش الخفت على نفسيتي ريت دكتورة جيبي خفت على نفسيتي دكتورة جيبي خفت على نفسيتي لطبع مترسليش مش يجاي عليك ويسير الشريم تحب الناحيوه الناحيوه وواللوس كيف كيف وحاتينا قلوب التونسول القلوب الكحلى الي هي فيها بارشة مانيفة فما اللي حطوا فيها الحمص والككاوية بيانسور تنجم تحط فيها اللي يتحبري مرة وحطينا قلوب البطيخ داكار وحطينا هنا زبيب لاسفر الزبيب لكحل ايوة دجا انت كنت حطيت الزبيب عطيتني لحلاوة نعطيه علي شريمة خطر هذه حاجة صحية ديتاتيك مانيش بش نحط فيها سكر داكار نخلطوها كهذا ما نخلطوهم بالقدي بالقدي مع بعضهم داكار دجا قلنا الشوفين نحطينا في الفورة هذو ما بش نحطهم في الاخر هوني عنا حبرشيد بش نحطهم غرفة صغيرة حبرشيد في الاخر فالصحفة متاعنا هذو ما نخلطوهم هكا ونحطوهم داكار حتى الهنا هذا اللي يتخبأ اللي يتزيد في صحفتك متاع فتور الصباح هما حابت الحلاوة ام بانسين متاع زنجبيل شوية بركة كيف كيف بانسين متاع قرفة شوية بركة أما القرفة كميم أنت عماش فيها ما أنتك تقولي زنجبيل وقرفة على هذك هذو ما حطيتهم أولانتي للي يحب خطر موش بش نخطوها حتى الهني أمور نمريك لازبيب وفاكية وكل شي إفكتب من بلا هذو ما ريم للعباد اللي تحب سي بورسا أنا حطيتهم واحدهما كوتا عنا في حب رشيد حب رشيد زنجبيل قرفة الحب السودة اللي هو السينوش وعنا حب تحليوة حب تحليوة هذو ما ريم في الاخر بالكل فالصحفان تيعاك أولانتي كان أنت تحب تحط منهم تحط منهم كان معينك شماعينك وهون يزيدا كيف كيف بذور الكتين وجهة الجلين والشيا كيف كيف زادا في الاخر بالكل نحطهم في الصحفان تيعنا بي دعنا إيجنو المنفع اللي عطيتها المنفع السيد اللي بشي كلها القناة السعر الصغير والكبير يكلها ريم الصغير يكلها الكبير يكلها اللي حب يعمل الرجيم أمان سيسان يكلها اللي حب يعمل الرجيم بش يزيد شوية في البواه يكلها أما يزيد فيها حاجات سبورتي في نجم يكلها دونك النسل كل تنجم تكلها سانز إكسبسيان شو اللي يفعل فيها؟ والا إيبار إنرجيك غانية بالأليف غانية بالفيتامينيات والأمليح المعدينية فيها المراكبة الغذائية اللي يستحقها لبدان الكل اللي يزنك تبشي على صحيح إفكتبون دونك انتي كي بش تيخو هوني صحفة بتاعك فيها مغرفتين في فطور الصبح رو مانيش بش نخذو بارشالي مغرفتين في سوفيزان في فطور الصبح تحب تغالطها مع الياغور تحب تغالطها مع الحليب أفو دو شوازيخ فهمت دونك انتي ديجا خذيت مستحقات بدنك من الأليف ومن الفيتامينيات ومن المراكبة الغذائية لكلها مانيزيوم زنك فر سورتو زبيب تري ريشان فر وطري ريشان مانيزيوم طري ريشان زنك كيف كيف تغنسل غلي زبيب غلي كل شاي غلي كل شاي غلي أماري مراهي يسر صحيح يسر بننا حتى صغيرات اللي ميحبوش بان انا فضلتوني بش نحط فيها زبيب والزبيب لأسفر وزبيب لكحل ومحاتي تش فيها هذي شريحة هذي يحط فيها هذي يحط فيها جوزة لغو لأي ديكورات اللي حبي حطها دوما الحاجات اللي خليتهم راهم أولانتر دوما يحب يحطهم يحطهم ولي ما يحبش يحطهم ولا يستغنى على حاجة منهم مثلا سينوج معروف برشة في المناعة يقول لك حتى عصلات حط ذرة سينوج را يتقاوي المناعة بي حب رشيد عليش نزيدو كيف كيف قريم زيدا حب رشيد راهو تري غيشان مانيزيوم تري غيشان فر كيف كيف زيدا فيه برشة أليف ويسهل تبيعه فيه برشة فر ويقول قايل عرش نزيد الزنجبيل الزنجبيل نعرفو اللي هو برشة المنافعة متاعه لا تحصى ولا تعد وحنا نفرق سعى زنك والزنجبيل فيه برشة زنك داكرا حبت الحلوة كيف كيف زيدا حبت الحلوة تسهل تبيعه برشة تري غيشان فر وتري غيشان مانيزيون واضح دونك شفت ريم هيدو ما راههم الكل هم فيهم برشة مراكبة غيذائية راهوا انتي وما تحب شفت ان هيدو ما خليتهم اللي هما الشياء وجلجلين والكتين حترهم بش يكونوا كل واحدة منهم موضوع من مواضيع حساسنا خاصة الشياء توفت امس الحاجة انه ثلاثة هيدو ما يكونوا موجودين معنا في الدار استنيونا في حلقات اخرى بش نعطيوكم كيفاش نحضروهم كيفاش ناكلوهم فانا غسيت نحطوهم صحة وعافية لكم ان شاء الله استنفعتم اللي قدمتوا حذامي بالحاج دونك يناجم يكون فتور صباح يناجم يكون غوتي لصغيرك تناجم تحط له كعبة يغورت افكتب كعبة يغورت تزيدها حليب تزيدها يغورت صغير اذا كان ما يحب الغو بلو سكر ناجم زيدو شوية عسل ناجم زيدو مغرفة زيتونا مغرفة زيتونا فتور صباح في الپورسيان اللي بش تاخوها تاخوها قبل ما تمشي تترينها تاخوها في بقات فتور صباح تحطيها الوالدقوتي تري ريش ان فيتامين و تري ريش ان компليمان اليمانتر و كل ها دي компليمان اليمانتر ترجعوا تشوفوا الجرانولاء على الباج متاعنا الصحة والناس الوطنية اثنين و بيانسور تلقاوا الفيديو زيتا على الباج اوفيسيال الوطنية اثنين و اذا كان عندكم اي سؤال 71 149 475 بش نهزكم الدنيا اخرى الدنيا التجميل العالم التجميل الجينيوس بش نكتشفوها مبعضنا خطرها جديدة ما زلت كي داخل تونس و ما نحب يفوتكم حتى شي دونك ايجي نكتشفوها في الروبرتاجة داي عسليما مرحبا بيكم دكتورة خاولاج باري كوبانتيني طبيبة متخاصلة عليك في الطب التجميل يوم نحكيو على تقنية عالمية نحكيو عليها عبيد برشة اسمها الجينيوس الجينيوس الراديو فريقونس ميكرونيد لك فش بش نستعملوها التقنية التقنية بيش نستعملوها فكال حب الشباب في السيكاتريس اللي تخلفهم حب الشباب اكن قب اللي يكونوا موجودين المشاكل اللي اللي خلفوا لنا حب الشباب الناس يوصلوا معناتها سخطان الانديكاب امتي كمبلكس دونك هوني بغيما حل به لهم الناس اللي عندهم التراهولات سوطو الرقبة ما تفضح العمر خطر هي برشا متلاوش بها وممتون بو سنسبل يظهر فيها تراهولات أكثر الدكولتة اليدين راه تقنية اللي تخدم مننا المشاكل هذية بصيفة جذرية نجمو نستعملوها زيدة في لكي نحصلوا من نوعية البشرة نستعملوها زيدة في لغيد لغيد اللي ديرين بالعيني نستعملوها في لغيد اللي ديرين تابعونا بشتافوا المراحل اللي نعملوهم بالتقنية هباك قدمي زيدة سيدة عسليمة عسليمة ما نحوالك زيدة عملنا لغاديو فريقونس ميكروني اللينك شهر التالي علش خاطر عندو المشاكل اللي بارش يعانيو منها اللي هي السيكاتري ستاكني أكن قب والحفر اللي حكينا عليها تحصلنا على ريزولتات يسر به وتواجينا بش نعوده بش نزيد ونحسنه في النتيجة متاع الجانوس دونك حتينا للمرهم متاع البنج كينريتو فوق منه بابيسولوفان بش هكيك النتيجة تكون خير والبنج يعطي أكثر بش نحيوه ننصفوا البشرة منعقموها وبعد نوريكم كيفاش نخدموا التقنية هابي نظفنا الاشتر متاع الوجه وخلينا اشتر الاخر في المرهم متاع البنج بش هكيك ما يتنحاش المفعول متاعو لطن اللي احنا خدمنا البارت هاي اشنا بدأو هاي سيأتي دونك بش نعالجينوس بش نحط سيستام دفقوة سيستام دفقوة يخلي هالبلاسة تكون باردة المريض ما يتقلق والغيكسون تكون أقل بسم الله من أخصائي التقنية كونها الماكينة اللي عنا اللي كفابل تحسب لنغجي واحدها معتا كان ضربة جات في الفرغ هي تقول لنا كان لنغجي بالزيت وفما غيس انت احرق هي زيت تقول لنا من أهم التقنيات اللي موجودة عالميا هيدا يحمي المريض من العيسك يخلي للطبيب يعرف بشنو وفما وشنو وقاعد يسير هيدا حاجة مهمة باش باش نعرفوها حاجة 1 حاجة 1 2 wright 1 2 1 1 3 1 الحمراء يجمع من 48-72 ساعة كي نضغط البشرة نضغط البشرة نضغط البشرة في الحمراء 72 ساعة ترجع البشرة بعد الجمعة يجب أن يحب في النتيجة يجب أن تساكر يجب أن نضغط البشرة ويجب أن تحسن ويجب أن نظر تقريد أن نراه كتب تصل إلى كل أشهاء حتى تصل إلى المسيجين ما نريد أن نعرف عنه هي المنوعات من غير غير ميكرو نيدلي من الأمراض السرطان ونقص المانعة وفي القلب من المنوعات من غير غير ميكرو نيدلي نضغط البشرة لا داخل الملتقى اكيد دكتورة خاولة جبيري بشيكون لنا برشا ملتقى يدخلين على خطر طب التجميل من الاختصاصات اللي قاعدة العالم امتيحة يجري بينا جريان معنا احنا نكتشفوا احنا دو دخل لنا ماكينة اوب تلقى خرجت ماكينة اخرى خرجت تكنيك اخرى خرجت حكاية اخرى لتنجم تحسن الوجه وتحسن الكالي تيدو بو واحنا دي ما شو نقوله نقوله المورال يتهز وقتل واحد يرى روحه محليه وقتل واحد كيغزل من روحه في المريه يبدى شيخ على روحه لونك هيدا هما اللي تكنيك متاع تجميل ميزو بيخبي غيرها تنجيوها في الصحة وانيس اسنين هي في الاخر شو تعمل لنا تعطينا سيفغي تعطينا كالكو ديكلا وتعطينا وجه خير وكالي تيدو بو خير اما يسر تهز المورال دونك اسئلت هنا دكتورة خولة جبيري قلت لها في قدش من مرة نجم ونعودوا تكنيكا دية قاتل نجم ونعودوها مرة في الشهر وطبيب بطبيعة الحال يحكم تقريبا وقتاش سيئة يعطت نتيجة متاحة ونجم نوقفه دونك مرسي بكو دكتورة خولة جبيري نستقبلوك برشا حب دكتورة ايمان بن سوسي عاي شكري انتي تعرفيني نحبك برشا وقدش نفرح كتب دا بحذية اولا ساعة بشنفيدو ان شاء الله الناس اللي تتبع فينا خاطر قبيلة دكتورة ايمان تجيبي تحكي عليك خيز دو بانيك وقت اللي واحد مبسطولو المرض على قليل تخف شوية اكل الرعب بذيك الخوف ينقص شوي انتي سبسياليتي هذي من اول نبديت الكورونا ما عندك حتى علاقة بالكورونا عايشة في عالم اخي مكش في تونس جمع لي فتت مع دكتور سيمي غتاس قلت له اعطيني لتوب فايف متع خمسة نباتات تصلح للمناعة فقال هو الكينسي وقال الكاسيس اللي هو الكشمش فبعد اذنك نحب للناس اللي تتفرج فينا وبدأت معنا جمع لي فتت نحب تكمل معايا جمع ذي احسن خمسة نباتات تنجم تقوي المناعة وبعد انجل الباقي دكتور بش نكملو في تولس هذو ما نبتين هيلين برشا برشا خاصة ديما نركز على الكينسي الكينسي اللي هي الكينسية والكشمش اللي هو الكاسيس بش نزيدو نبتة اخرى اللي هي الزعتر لتا موجود عنا في تونس موجود حبيبيت ميكروسفير موجود سائل وموجود زيت روحي بعد الزعتر فمها لساريات لساريات هي اسمها زيتراء دونك كيف كيف مهمة برشا هي تعطي معناتها تقوي الغدة اللي اسمها السورينال اللي بحثة الكلاوي اللي هي معناتها من مهمها المناعة متاعنا دونك لساريات موجودة زيت روحي في تونس النبتة الاخرى هي اللي هي الالفية محكينيش عليها برشا دونك الالفية ولا الجنفية بالعربية الالفية ولا الجنفية انا كنمشي للفارماسيان قولوا اعطيني ليجروموان ليجروموان اي هيدو ما نبتت للنس اللي خطر فم باشا تقول لك ترجم لنا وتقول لك معتيني الاسم المعرب فمازوز اسامي الجنفية والا الالفية الالفية ليجروموان هذي فيش به يا عريم هي انتي فيغال انتي باكتيريا تقولوا انتي فيغال معناها ضد الفيروسات ضد الفيروسات ضد البكتيريا ضد البكتيريا وضد الكانديدا معناتها الشامبينيون فطريات فطريات صحي وبيهي برشا برشا او نفو دي بانكريا ما تتعاون حتى لديابيتيك دونك تحسنين المناعمة دونك دونك الخامسة كيناسي والكشيس والكشمش او قولي نجوم انترجمو لكم فيه الزعتر واللي هني بجلس لك الدكتوراء الزعتر فهم اللي يستعمل الزعتر الشيح فهم اللي يستعمل الزعتر الحي معناها الأخضر ما زال الأخضر انت في الحالة هذه متع تقويت المناعة واحنا في وضعية متع كورونا تقولنا برا اشريها من الصيدلية وهذه كأضمن حاجة وقالت نجم تعطينا استعمالاته في الدار سؤال مهم برش فهم نباتيت كي ما كنا نحكيه تاوه عن الجرموان معناتها وإلا السعيات اللي هي زيترة فهم نيس تغلط فيها شوي فهم تسمية تفرق ما بين الشمال وما بين الجنوب قال لي بش نقول عليه انا ريم قال لي الزعتر نيس الكل تعرفوا زعتر في تونس تنجم تستعملوا أخضر كي ما تنجم تستعملوا شايح كي ما طريقة أخرى قلنا بش نحكيه على الزيوت الروحية تنجم تستعملوا زيتروحي وخاصة تحطوا في الماسك متاعك قطرة في الماسك هي لبرش تقيك تحميك وتبعد عليك إن شاء الله اللي زينفيكسيون الزعتر حاجة بركة بش نواصي عليها الناس اللي عندها الدم طالع غلوذ الدم بمعناه اللي بيرتونسيون ما يكثروش منه معناتها ما أكثرش من نص مغرفة صغيرة انا حابة نذكر اللي الواحد وسبعين مئة وثلثة واربعين أربعمية وخمس وسبعين على ذمتكم إذا كان عندكم سؤال لدكتورة إيمان بن سوسية حابيت نقول حاجة دكتورة إذا بعد إذنك اللي يرى هو الإنسان يمرض بالكورونا نتصور أول حرب وش هايزنو يخذها هو ما يخافش صحيح انت قبيلة قتلي على معناتها كيفاش المريض نحاولوا معناتها نبستولوا مرض الكورونا لانك يدخل لي مريضا نقول له هذية كورونا يتفجاعة تقول شعليك قتل داشنو عندك ما تقول له وراه الكورونا مش الناس الكل بيش تشد السبيتار مش الناس كل بيش توصل الانعاش وانت تحكي لي قتلي مؤخرا يجونا كين مرث الكورونا معناتها التب الخاص مؤخرا يقبل كين في مرث الكورونا تقريبا شوف ريما بخيسك من أول سبتمبر حتىكشي للأسبوع الأول لمتاع نوفمبر معناتها تسعين في المئة من اللي كونسولتاسون هو ما دي كوفيد بوزيتيف ايه ما معلومة مهمة هذي راه خاطر انتش قتل حد الأسبوع الأول من نوفمبر معناتها توا تحت توا بدي تطيح توا معنات هذي مش باش نشجعوا احنا ان نقصوا من الوقاية ويقاية لبسين الماسك ولا دي ما انا تعرفني بوغ لديستانسياشون سوسيال معناتها نبعد ولا بعضنا ما تنفسوش في وجوه بعضنا مهم برشة لكن الحدة معناتها سنبلو غراف ولينا نشوفو حمدولي ربي ولينا نرىو في حالات أقل حدة من الفترة الأولى بش نمشي لك رزوية روحية على خطر قبيلك الدكتورة سندة تركي مختصة في أمراض الأنف والحنجرة والأذنين ورئيس قسم بمستشفى القوات الأمن الداخلية بالمرسة قالت من الحاجات التي ترجع الريحات ترجعك تنجم تشم هي أنك تريني خشمك بالزيوت الروحية لهنا كمختصة في العلاج بالأعشب الطبية شو تعطينا في الزيوت الروحية؟ هي قالت حاجة مهمة قالت زيت روحي وإلا رايحة قوية شوي كنا نحكيه على الزعتر الزعتر تحط كما قلنا في الماسك متاعك قطرة قطرتين مكسيمان بوريزادولت في الماسك متاعك متيلباس؟ متيلباس؟ ما عندك حد شيء؟ ما عندك حد شيء؟ لونك تجيب في البافيت وتحط قطرة ولا قطرتين به؟ والزعتر قوي قوي بالقدير وبقدرة إليه حتى إذا أنت عندك مشكلة لنسمية ذي فقدين الشم حس الشم تعود روحك اللي قالت وإحنا نجربه فيه خطر أنفيد لفيتوترابي ما هتا نقول له حاول تشم أنا عندي في برويا الحقيقة ديفيزور دونك يخرجوا منه ونحط فيه زيوت روحية دونك دونك ننصح نسل كل بشي عملو كي من هكا وإلا حتى في ماء سخون وتحط قطرتين سديفوز معناتها في الشمبغة متاعك شنر بحمنها رحكي هذي؟ انتيافكسيون، انتفيرال، معناتها ضد الفيروسات، ضد الالتهابات معنا إنا كنجي في داري في بيتي في برويا نحط ديفيزور نحط فيه زيوت روحية لبش عطي يوم لي أنتي تو معنا إنا منعت أي حالة عدوى يقوي لي المناعة متاعية ويقوي لي المناعة فيه نحن أفضل توفي الفيتوترابي دي ما نحكي ونس تكاذب رغم هذو ما لي بلانت سيبخوفي معناتها علميا وثبتها أنهم يقويوا المناعة وأنهم معناتها ضد برشة فيروسات وبرشة بكتيريا في اللاغوماتيغابي أعطيتني الزعتر قطلت حتى في البفيت ويسرح له وضعي اللي نسكل تبع فينا انتي تلبس في البفيت تلبس زي تروحي مصيدة لي قطرة ولا قطرتين وتقويلك مناعتك بحاسة الشم ثم شون حاجة فينا نجحة ويسرح روحي متى الغافين سارة هذا معتش ترجمة غافين سارة تعملش من الشكل هذه موجود في الصيدلية الغافين سارة معناتها فيكتة تكتب هيله معناتها للمناعة فريمان إكسللن نجح نحطها في ديفيزور وإلا زيادة كمازات نجمو نشربوها في كيس مي في التزانة متاعك في ترفع سل ريتة دبوسة صغيرة متاع المي تحط قطرتي فمتدون توت لجوناي تشربك المي هذيك في الميو باتي في الميو باتي زوز حاجات بش نركز عليهم وحكينا برشا عالوسيو كوكسينوميتو لي ذاك عام نيوي اي احنا توفي موسم جديد مازلنا نحب ونذكره أما مسيلش بطبيعة وقتنا وفي أعطيني أهم حاجتين فما سيليسيا كان سيليسيا كان سيليسيا كان سيليسيا ياخذ خمسة حبيبات كل يوم خاصة اللي شكون لنس كتلقاهم مضعفة كل يوم ورضوا برشا كل يعملوا برشا لزان فيكسون فما برشا نس خايفة يقولك جيشتين نبدأ خايف خاطرني مرات برشا ياخذ سيليسيا خمسة حبيبات كل يوم ماذا بي يعديلي من الثانية معنا تسمحني يعمل بيها شهر ومبعد يولي عشرة كعبات كل يوم أحد نهار الاسم الثاني خاطر قعدنا أربع دقائق برك إكينا سي إكينا سي موجود أميوباتي وموجود في النباتات دونك خمسة سيهاش خمسة حبيبات في اليوم بي هذي يتو كمان مع لغوما تيرابي مع أحسن خمسة نباتات في الفيتو تيرابي ومعها لوميوباتي إذا كان ممكن أنت حذرت لنا دوت يزان هاب شوفوهم تويكا وأنتي تقدم لنا فيهم دونك تاخذوهم معنا تقيدوهم معنا ويستعملوهم كل يوم ولا مرة في الجمعة بهريما هوني بربي أميساش من كثروش مش كل معناتها راهو فمسات لجي يقول لك راني كل يوم كل يوم تيزانة والجنجم راهو تهلك معتك أين إي دو حتى بدنك معناتها يستنسي بنفس النباتات ما يبدأش معناتها ماذا بيك تنوعلو أعطينا زوز هاو بش نحكيو عليهم بش نقدموهم أحنا خطر بطبيعتنا مقعدنش وقت دونك تيزانة لولانية اللي هي نص سترة ماء نحط فيها اشترم غرفة متاع زعتر صغيرة واشترم غرفة صغيرة متاع كليل ومعها زوز عوض متاع كلوجيغافلة اللي هو القرنفل داكتور يصفيهم أيوه اتزانة الثانية بش ناخذوا كعبة قارس نقسموها على أربعة ونحطوا معها عود متاع كرفة ونحطوا معها زوز عوض متاع قرنفل في قداش ماء هذي نصور في إترماء لا مش في إترماء هذي ياببخي في نص إترماء في نص إترماء اللي بشنا هذي يبذيت متاع القارس راهي سيبخوفي وإكسلنت كيف كيف دوك أنا رأي فيها كعبة قارس بتسمعها على أربعة متاع قرفة كبير وزوز كعبة عود قرنفل وزوز كعبة برقران عود قرنفل في نص إترماء يغلي يغلي عشرة دقائق ترفس كعبة القارس تصفي وبعد تشرب ما يغلي عشرة دقائق رميت فيهم هذوما الكل يغضوا عشرة دقائق سكرت وخليتهم عشرة دقائق لا يغلي وهم عشرة دقائق سامحني دكتورة مالعود هذوما نحطوهم في نص إترماء تغلي مع الحكاية الكل مع بعضها وبعد تتفي ترفس كعبة القارس تصفيها وبعد تشرب وتخرج بيانسور عود القرنفلو كلها تصفيها تزانة الأولانية تغلي كيف كيف تزانة الأولانية ما يعلي صحيح تحط فيه اللولة ما يغليوش مع بعضهم جوستحلب صحيح ما يغلي تحط فيه نص مغرفة زعتر نص مغرفة كليل حتيت الكالاتوس انتزادة واربع ورقات كالاتوس كالاتوس وكعبتين عود قرنفل كل عادة هذو ما يعملوهم مثلا تعمل أسبوع ومبات قص تعمل حاجة أخرى ترتح بدنك تخذ شوية زيتو ثوم يفو شنجيم يفو بايت خستخيسي معناتها لانتي كل يوم بشو شرب تيزانة راهي الماناعة اشترها الراحة متاعك والا للناس اللي تتفرج فينا احنا بطبيعة الحال حاولنا انا نجيو على أهم مفهمة في الماناعة احنا ما قلناش كل شيء في الماناعة وما عطناش الحلول الكل الموجودة عليش قلتها جملة ذي خطنحبكم تعرفوا لفهم بارشا حلول الأخرى موجودة في الماناعة واللي راهوا معناتها مفهمش مريض إلا وبقدة ربي ربش يشفى واللي راهوا مفهمش غسرة إلا وراها لفرج إذا كان يوم عطينا كلكو تيزان زوز بارك وعطينا شوية أسامي ابداوا بيهم ابدا جارب خلي صغيرك يشرب انت زادك كيف كيف حاول قوي مناعتك حاول دفي بدنك حاول فرغ مخكم الخوف لك اللي كنا نحكي فيه الحسنة هذية اللي كنا نحكي فيه كل نافع بشأنكم تتخطاوا الكورونا بسهولة مرسي حديمي بالحاج ما خليش دكتورة إيمان بن سوسية تتلفت خاطر نعرف قلبها بشجاحة نزينا برشا الجرانولا حاطت لها الياغورت أي ياغورت ناتيوغيل كما قلت لك النجمو نختاروا ياغورت ناتيوغيل ولا حليب حاطيت الجرانولا حاطيت معها شوية بنان وشوية توفح وحاطيت اللي قلنا عليهم هذو كالي قلنا نزيدوهم أفولونتي في الأخر شوية 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 مرسي بكو حديمي بالحاج إذا كانت أي فقرة من الفقرات ذو ما عجبتكم وتحبوا ترجعوا تشوفوها البجم تانا صحة وليس الوطنية 2 تقعوا لفيديوه ذو ما موجودين بعناوينهم إن شاء الله صحة وعافية لكم انتوما سيخطوا المورال الفوق إن شاء الله نتلقى بكم السبت الجي مطلسة متى العشرية للاربعة الوطنية 2 في لقاء مباشر ناخذ مكلمتكم وناخذ اقتراحاتكم عن البجم تانا السحة والنيس الوطنية 2 غدوة إن شاء الله إعادة نص نهار ونص شكرا لكم باي باي اشتركوا في القناة